تتواصل هذه الغارات كانت هذه الغارة على بلدة عدلون أيضاً بعدها غارة على بلدة دبين وسبقتها غارة أخرى على بلدة زوتر الشرقية مع سلسلة أيضاً من الغارات التي كانت استهدفت بلدات حدودية وأخرى في العمق الجنوب نتحدث عن خمس غارات على بلدة شبعة في ساعة واحدة أيضاً منذ بعض الوقت وخلال ساعة واحدة أيضاً ثلاثة غارات كانت نفذت على بلدة عيت الشعب إلى جنبنا وبالإضافة إلى غارة على بلدة علم الشعب يعني الطائرات الحربية الإسرائيلية رشا تكثف من غاراتها على البلدات الحدودية تزامنا مع القصف المدفعي كغطاء لكل عملية توغل تحاول القيام بها اليوم كانت هناك خمسة مناطق حدودية حاولت منها أن تتسلل القوات الإسرائيلية وكانت دارت فيها اجتباكات بينها وبين مقاتلي حزب الله نتحدث عن رأس النقورة، عن اللبونة، ميس الجبل، بليدة ومارون الراس في كل هذه المناطق باستثناء رأس النقورة حيث حصلت عملية تسلل واحدة تم صدها برشقة صاروخية من قبل حزب الله بقية المناطق حصلت أكثر من محاولة تسلل في بعض المناطق تسللت هذه القوات لمرتين وفي بعض المناطق الأخرى لثلاثة مرات كانت تقابل إما بعبوات ناسفة إما برشقات صاروخية أو صواريخ موجهة أو حتى بالقذائف المدفعية من قبل مقاتلي حزب الله بعض هذه القوات كانت وصلت إلى داخل البلدات كفي بلدة مارون الراس كانت وصلت إلى جنوب البلدة في بليدة وصلت هذه القوات الإسرائيلية إلى أحدى المرتفعات في تلك البلدة بالإضافة إلى بلدة ميس الجبل حيث حاولت هذه القوات الإسرائيلية أن تتقدم من أكثر من اتجاه ولكنها كانت تقابل بهذه الرشقات الصاروخية المتواصلة على أي تجمع لجنود إسرائيليين إن كان في داخل البلدات اللبنانية عندما تحاول التقدم أو في مواقعهم المنتشرة على الشريط الحدودي وبالتالي اليوم سلسلة من العمليات والرشقات الصاروخية أطلقها حزب الله على هذه المواقع لمنع أي محاولة توغل كما كان صد كل هذه المحاولات التي بدأت في ساعة الفجر الأولى أو حتى منذ ما بعد منتصف الليل مع أول محاولة توغل هذه الليلة عبر بلدة بليدة تحديدا وبعدها تبعتها كل هذه العمليات والتي استمرت حتى ساعات ما بعد الظهر أيضا رشقات حزب الله اليوم الصاروخية لم تتوقف فقط على المواقع على الشريط الحدودي بل تخططها إلى الداخل الإسرائيلي باستهداف أحد القواعد في مدينة حيفا استهداف قاعدة راعم العسكرية في الجولان التي تستهدف للمرة الأولى قاعدة أمنون في شمال طبرية أيضا تستهدف للمرة الأولى إذن هذه الصواريخ أيضا لا تزال تتواصل إلى العمق الإسرائيلي كانت منذ بعض الوقت نشر الإعلام الحربي لحزب الله جديد ما صورته مسيرة الهدهد هذه المسيرة التي كانت خلال الأشهر السابقة قامت بالتحليق فوق حيفا وفوق عدد من المناطق والقواعد الإسرائيلية وقاعدة رامد دافيد الجوية كانت صورتها وكانت تهديدات بأن هذه القواعد هي في مرمى نيران حزب الله وفعل هذا ما باتت تستهدفه خصوصا مع التصعيد الإسرائيلي منذ حوالي الشهر اليوم صورت مقاطع جديدة لقواعد ومرافق حيوية أيضا في مدينة حيفا نشرته منذ بعض الوقت وبالتالي هي تقول لإسرائيل بأن هذه القواعد أيضا هي ضمن مرمى نيرانها في حال استمرت طبعا هذه العمليات وهذه الحرب الموسعة وبالتالي إسرائيل كانت أيضا تكثف من غاراتها اليوم رشع على العمق الجنوبي على البلدات الحدودية عدد من القتلى سقطوا اليوم جراء هذه الغارات نتحدث عن مقتل جندي في قوى أمن الدولة بغارة استهدفت بلدة كفرتبنيت عن أربعة من المدنيين في بلدة الوردانية التي استهدفت اليوم للمرة الأولى بالإضافة إلى مقتل مسعفين في منطقة وادي جيرو بغارة استهدفتهم هذا مع الإشارة إلى أن الاستهداف الأخير الذي حصل لتاقم الإطفائيين قبل يومين في مدينة بنت جبيل أو عفوا في مبنى اتحاد بلديات بنت جبيل لا تزال حتى هذه اللحظة جثث هؤلاء تحت الأنقاض كان صدر بيان عن اتحاد البلديات من اليوم قال بأنه لم يسمح لهم حتى هذه اللحظة بالاقتراب من المركز ورفع الأنقاض لانتشال الجثث كان تم انتشال ثمانية جثث فقط لحظة حصول هذه الغارة ولكن هناك عشر على الأقل لا يزالون تحت الأنقاض والقوات الإسرائيلية تمنع أي عملية تسحب لهذه الجثث أو اقتراب لأي آليات من المسحفين وإلا ستستهدفهم هذا الأمر أيضا تكرر في أكثر من بلدة حدودية مع بقاء بعض العدد من المسحفين تحت الأنقاض لأن إسرائيل تمنع أي أحد من الاقتراب أو رفع هذه الجثث من تحت الأنقاض هذا ملخص العمليات اليوم المستمرة منذ ساعات الفجر والتي لا تتوقف إن كان على البلدات الحدودية أو في البلدات في العمق الجنوبي